السلام عليكم طلاب شونكم يا رب تكونونوا بخير وصحة اليوم ان شاء الله كمان للجي اي تي باقي بي بس محاضرتين محاضرة الكولون والمحاضرة اللي تخصى الركطن فاليوم راح نحجي عن diseases of the colon وهي محاضرة ميلي راح تكون على الكلوركتال كارسينوما او الكلون كانسر واكو كم شغلة لخهم راح نحجي عنها اكيد لازم يعني ناخذ شوية في فلاشباك على الاناتومي مالتها هو الاناتومي مال الجي اي تي بشكل عام تعرفون من الامبريولوجي اكو ثري بارتس هي اللي تنطينا كل الستركترز مال الجي اي تي اللي هي مال فورغت والمدغت والهايندغت الفورغت ينتهي عند الدودينوم والمدغت تبدي من نص الدودينوم الحد ال two-thirds of the transverse colon يعني small intestine كلها والسيكم الاسسندين كولون وtwo-thirds of the transverse colon لني كلها مدغت والمدغت تكون ماخذة البلد سبلي مالزها من السوبرير ميزنترق اما الهيندغت اللي هي جزء الاخير من ال جي اي تي تكون عبارة عن the last third of the transverse colon والديسندين كولون والسيجمويد كولون والركتم ذني كلها هي الهيندغت والهيندغت يكون اللي بلد سبلي مالتها من الانفيرير ميزنترق artery هاذا 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 الكلون هاذا السوبرير ميزنترق ميزنترق artery ينطي لل small intestine كلها اللي هي المدغت وينطي للسيكم وينطي للأسسندين كولون وtwo-thirds of the transverse colon هاذا الdistribution of the superior ميزنترق artery لانهو كل الاريجن مالتها من المدغت ال last third of the transverse colon ويالديسندين ويالسيجمويد كولون ويالركتم ذو لا ياخذون البلد سبلي من الانفيرير ميزنترق artery لانهو هم هيندغت ستركترز السبلي مالتهم يكون عن طريق السوبرير ميزنترق artery ينطي للإليو كولك يعني ينطي للإليم ترمينو إليم ويالسيكم وينطي اللفت كولك ارتري اما السور العفو الريت كولك ارتري من هاي الجهة بينما الانفيرير ميزنترق artery رح ينطي اللفت كولك ارتري ورح ينطينا سيجمويد تنطينا للسيجمويد كولون ورح ينطينا سيجمويد ركتل آرشري واكو انستموسيز بينهم شوفوا كل جزء هسا يعني كل كل استركتور بعم سوي انستموسيز ويالب صافة بحيث احنا بالاخير يعني هذا كل هاي الحواف كلها اتصير في دون كونتينيواز تشانل خانقول اللي هي انستموسيز بين السيجمويد والانفيرير ميزنترق artery يسموه المارجينال artery of a drummond هذا هو الانستموسيز والربط اللي دي يصير بين السيجمويد والانفيرير ميزنترق arteries يعني هاي برتكتف للكولون حتى يبقى به ريش بلد سبلاي اخاف واحد من عندهم يعني ما يجي بلد فلو كافي الثاني رح يقدر يعوض فالمارجينال artery of a drummond هو هذا يعني الانستموسيز ما بين السيجمويد والانفيرير ميزنترق arteries حتى يعني حافظنا على ريش بلد سبلاي للكولون كله الفينوس ريترون يشبه الارتريرل سبلاي بنفس الاسماء ونفس الفلو يعني بس اكو فرق واحد انه الانفيرير ميزنترق فين ما رح يروح للانفيرير فينا كيفا يعني سبيرير ميزنترق ارجري طالع من الايورتا بس الانفيرير ميزنترق فين ما رح يطب بالانفيرير فينا كيفا حيطب بالسيبلانيك فين ومثل ما تعرفون وراها السيبلانيك فين رح يتحد ويا سبيرير ميزنترق ارتري سوري فين ويكونو لنا البورتال فين الparasympathetic nerve supply اللي يجيها هي madame gut معناها الparasympathetic يعني rest and digest فهو رح يكون stimulatory الى والparasympathetic مالتها جاي من الvegas nerve بالنسبة للمد gut وجاي من sacral plexus بالنسبة للhind gut the majority of the colon and rectum are covered by a cirrhosis layer تعرفون هي mucosa sub-mucosa muscularis layer وأكوليبرة cirrhosis layer فالcolon كله تقريبا يكون محاطة cirrhosis layer عدى posterior ascending والposterior descending يعني النص posterior من عنده يعني من قدام يكون مغطى cirrhosis بس posterior الى والlower third والdirectum بس دولة محاطين بطبقة cirrhosis هذه يعني بس مقدمات او رؤوس نقاط مع الاناتومي لازم تذكروها حتى يعني نبني diseases عليها ناسا رح نحتي عن tumors of the colon اول شيء اكيد اكو benign واكو malignant والbenign احنا هنالا تكون significant لانه هواية من البنين tumors هي يعني هي pre malignant structures فاكوفاد overlap حيصير most significant هي الadenomatis polyp adenomatis يعني يعني مثل الadenoma او تشبه الadenoma والادينoma تعرفون هي يعني precursor للadenocarcinoma فذني هذا النوع من البوليبس بالذات مو اي بوليب يعني اكو بوليبسة هواية واحنا حاتيها قبل بالجي اي تي بموضوع الاستمك انواع البوليبس اكو hyperplastic اكو inflammatory اكو neoplastic فهن اغلبهم بناء او مو اغلبهم بناء يعني هو a polyp by definition is a benign hyperproliferation of tissue البوليب يعني بحد ذاتها كتعريف هي benign lesion بس اكو انواع معينة من عندها يسموها neoplastic type of polyp فبالكولون نسميها adenomatous polyp يعني هي تشبه الادينومة او رح تصير ادينومة وادينو كارسينومة بعدين they vary from tubular to villus adenoma هاي حسب الشكل مالتها they may cause diarrhea mucus discharge هاي signs والsymptoms مالتها اللي عندها polyp بالكلون رح يصير عندها discharge من الرectum رح يصير عندها altered bowel motion اكثر شي diarrhea فهذا الميوكس اللي يفقده هيكون rich in potassium ويكون rich in protein زائدا اذا صار عندها diarrhea وespecially اذا patient elderly اللي هما اصلا المost commonly affected group بال يعني بالdizies الثمان الكولون يعني tumors of the colon فرح يكونون معرضين لل electrolyte disturbances زخالش صير عندهم hypokalemia أو hyperalbuminemia أو hypoproteinemia لانه هذا discharge زائد الدايريا يفقدون بيها potassium ويفقدون بيها protein risk of malignancy increases with the size هاي بالنسبة لل adenomatous polyp ال adenomatous polyp فقط هاي اللي بيها risk of malignancy it increases with the size الشون ال polyp اللي 1 cm 10% منعدها تطلع malignant كل ما كانت اكبر كل ما risk اعلى يعني اللي تصير 3 cm او اكبر هاي up to 30% منعدها رح يكون بيها carcinomatous component بها يعني تكون cancerous lesions هسا رح نحشي على يعني فهد entity مهمة بالجراحة اللي هو familial adenomatous polyposes هسا adenomatous عرفنا شينية جاية من adenoma polyposes يعني كثرة ال polyps familial يعني هو genetic disease هذا شنو هذا autosomal dominant disease وين صار المutation مالتهم مادام هو autosomal معناها it has equal frequency in males and females يعني ما لعلاقة بالsex chromosomes it is an inherited disease due to a mutation in the adenomatous polyposes coli أو APC gene سمو لأنه شاف هو المutation بسبب هذا الدزيز فسمو على هذا الاسم APC gene المutation صار ربي هذا ما كان المutation شنو مواصف يعني شنو الأشياء اللي رح تنتج عن هاي المutation the presence of more than 100 colonic adenoma شفوهيتي شكل يصير بال colonoscopy لذلك هو polyposes هو مو polyp واحدة يعني sporadic cases مثلا تلقى واحدة اثنين اجوز تلقى multiple يعني بس هذا شوفوا كل شي ما نبين من الواقع كل عبارة عن polyps فهذا الفاب characteristics multi يعني لازم تتحقق شرطين حتى انه اتأكد هذا فاب هاي طبعا يعني عدل genetic testing يعني اذا اذاري 100% عرف هاي سوي genetic testing بس genetic testing يعني يعني it is expensive not easily available فال characteristics مات حتى اقول عليه هذا فاب لازم عنده اكثر من 100 polyp بال colon اشوف ها بال colonoscopy بس مو دائما شرط لانه ممكن تكون يعني mutation جديدة بس عدهم other family member يعني عدهم history of colorectal CA بال family مانتهم بس هذا الشرط مدائما يتحقق لانه مرات تكون mutation جديدة يعني الشخص هذا هو اول كيس به العائلة يصير عند المutation على حظ صارت به او ممكن عند other family members وهو وارث المutation مشكلته شنو انه risk of developing يعني شوفوا هذا العدد الهائلة من البوليبس وذين تبدي بعمر صغير تبدي تبدي تباين عنده يعني بعدهم بال teen age years اذا تفوتوا بكولونوسكوبي راح تلقى هذا هاي البوليبس دولة مشكلتهم شنو انه 100% حصير عندهم كولوراكتال كارسينومو اكيد ما تقبل غلط لازم يصير عندهم كولوراكتال كارسينومو لذلك احنا نحاول نسوي early early diagnosis يعني اذا القى مثلا فت كيس بعائلة عندهم هاي البوليبوس رأسا اروح اسوي screening للبقية حتى اقدر مثلا prophylactically اسوي لعملية اشي للكولون او الرectum حتى لا يتعرض للكانسر لانه 100% حيصير عندهم يعني شوفوا هذا العدد من البوليبس اللي هو فوق المية لابد واحدة من عدوان حتصير كانسر 100% فهاي المشكلة مالتا يعني هو مو common it's not commonly seen بس يعني هاي تشخصها بمرض تقول انت 100% راح يصار عندك colon cancer على مو هاي هو كلش الى اهمية زائدا هاي الكولونيك بوليبس اكو اكسرا كولونيك المانيفستيشن مثل شنو يعني هما تصرعدهم المانيفستيشن مالتا كلها تيومر تقريبا بغير اماكن تصرعدهم osteومر يعني benign tumors in the bone epidermoid cysts tumors in the small intestine يعني بغير اماكن بالجي اي تي بالsmall intestine وبالستومك هم تصرعدهم tumors تصرعدهم brain tumors cns وعدهم congenital hypertrophy of the retinal pigment epithelium الretina تعرفون هي بها هواية طبقات فالpigmented epithelium مالتها يكون بها hypertrophy هذا هم من صفات الفاب وهاي النقطة الاخيرة مال الretina هي اكيد موجودة يعني شافوا ان كل الكيسات حتى لو asymptomatic هم فممكن تستخدم كscreening tool اذا انا ما اريد اساوي او ما اقدر او ما عندي الavailability مال genetic testing هذا فالscreening tool مساعدة لانه شافوا ان كل الكيسات اللي عدهم mutation بالAPC عدهم hypertrophy of the retina of the يعني pigmented epithelium of the retina polyps are usually visible on colonoscopy by the age of 15 years شفوا يعني عمر كلش مبكر بعد يعدهم هاي البوليبس يعني هسا حنشوف الشيء اسم البوليك او الادينوما to carcinoma sequence يعني هي كم سنة وراء ظهور الادينوما يصير عندهم cancer فيعني it is unfortunate انه بيج عمر مبكر يصير عندهم همو بالكبر and are always visible by the age of 30 years يعني اذا واحد عمر بالثلاثينات وما عنده اي polyps بال colon ما التف وهذا يعني it exclusive diagnosis لانه هي تبدي بعمر مبكرة تبين يعني بنهاية 13 خلي نقول بعشرينات العمر اذا ما لقيت البوليبس ممكن يعني هي همست لحت اظهر بعدين اذا هو عند الميوت بس اذا واحد وصل عمر للثلاثينات واني مدى اشوف البوليبس يعني it exclusive the diagnosis لانه هي مفروض تبدي تبدي تبين هذا عدد هائل من البوليبس يعني لابد وحدة من عندهم هيصار بها cancer وشافوا انه خاصة اذا من سوي screening من وقت اذا ننتظر البشينت صارت عند symptoms يلا بدين ندور على البوليبس يلا سوينا screening يلا سوينا colonoscopy يعني at least two thirds من عندهم هيكون عند at least وحدة من هاي البوليبس ساير بها cancer ويجوز حتى اكثر من وحدة من اشخص كيس وحدة فرأسا اروح ادور على العائلة ما لتلا يكون عندهم لانه شسمة يعني تبين هي بعمر مبكر ومن وقت تتحول ال cancer يعني هاي البوليبس لازم يعني اتخلص من عندها وطبعا ما دام هي عددها تشبير ما قعد اشيلها بوليب بوليب وحدة وحدة التريتمت مالتها هو collectomy اشيل الكولون كله او اصلا proctocollectomy اشيل الرectum كله والكولون كله بس هنا حتظهر لمشكلة شنو انو ذول الpatients young فاني لازم اساوي reanestomosis بين يعني الproximal والdistal الجزء اللي قصيته احاول انو اتفاد اطلع الpermanent stoma لانه حرام خطيئة يعني بعد صغير بعد بالعشرين من عمره او حتى لو كان واصل لثلاثينات يعني انو تكون عندها باق اللي برا يعني تطلع الفيسيز مالتها بيها permanently طول حياتها يعني هاي كلش devastating تكون بالنسبة الpatients فاحاول وليس stoma هاي شفناها قلنا بالكولونوسكوبي هي جيكون المنظر لانه عنده يعني ملايق العميد بوليب هسا اكو انتتي ثانية هم تنشرح ويا الفاب يعني اللي هي شغو مشابه اللي هي معناها هم هو جنتيك ديزيز يعني هو الدزيز جنتيك ويصير عنده كولوراكتال كانسر بس ما عنده بوليب يعني اللي اللي قبل الكانسر هو ليس بوليب هاي الفكرة من عنده بس هو هم هردتري ديزيز ايضا اوتوسومال دومين مثل الفاب الميوتاشن مالتي لها علاقة بالجينز اللي هي مسؤولة عن الديين اي ريبير اللي هم منه مل اتش وان وم اتش تو جينز هذان التو جينز مسؤولة عن الديين اي ريبير يعني الاكيوميليشن اوف ميوتاشن بالديين اي بدون ما يصير بيها ريبير يعني شوية شوية هذا الشخص يكون معرض للكانسر ومو بس بالكولون عدهم 80% يصير عدهم كولوريكتل كارسينومة بالنسبة للفيميال 30 الى 50% من عدهم يصير عدهم اندومتريال كانسر ويكونون ايضا معرضين للأوفيرين كانسر بالنسبة للفيميال واللغاستر كانسر يعني هو صحيح مسامي كولوريكتل كانسر اسم الدزيز هيرديتري نون بوليبوسي كولوريكتل كانسر لانه اكثر اكثر كانسر حيصير بالنسبة عدهم هاليميوتيجن هو الكولوريكتل بس وما معرضين للبقية الفيميال معرضين للإندومتريال وللأوفيرين اضافتين الى الكولوريكتل بس اكثر واحد كومن هو الكولوريكتل المين ايج 45 سنة يعني ذول شوية اكبر من الاج اللي يبين عندهم الكانسر بالنسبة للميوتيشن ما للفاق يعني هذا شوية متأخرة اكثر يبين عليهم والإندوبيجوز اللي اشخصهم يعني مادام اني شخصت عنده هذا يعني كومن هو الكولوريكتل فأني اكثر سكرينج اركز علي هو انه اسوي لهم يعني كل سنة او كل سنتين ممكن كولونوسكوبي سكرينج بالكولونوسكوبي اطب اسوي لسكرينج هاي حتين البناين ليجين هس وحتين الفاميلي الميوتيشن اللي تتبب للليجين اللي بعدين حتصير كانسر هاي كمقدمة الكولوريكتل كارسينوما هس إذا كانت بوليب قبل إذا كانت ادينوما إذا كان فاميلي رح نحشى عن يعني الكانسر بشكل عام كإنسيدنس أو كأبيديميولوجي هو ورا اللانج ورا ورا البرست وما متأكده بس اعتقد هو ايضا اللانج يعني ما متأكده بس أكيد يعني واحد من عندهم هو والبرست وبالنسبة للميل فالموس common هو اللانج شوفوا يعني هو العمر كبير يصير بال elderly it's the disease of the elderly يعني الماليق بشكل عمر diseases of the elderly بس بس السود فالت لانه هي جنات لانه من زمان عندها يعني بنولد احس LOOK على الموت سيبين عليه عمر اكثر عمر أو كت سوري وما دم هي فاميليال يكون معرضة أكثر من شغلي ممكن أصلا ما يحس أو ما يشك أنه هو ممكن يكون عنده كانسر لأنه عمره صغير فيكون البروغنوسيز أسوأ بالأمراض اللي تبين و أكيد حيكون البروغنوسيز أسوأ لأنه معناها it's an aggressive form of the disease بحيث بينته بشخص عمره صغير فهالشي هم يسوي من البروغنوسيز وإلا بشكل عام الmedian age of diagnosis بيه هو بالستينات من العمر macroscopically بالعين ممكن يكون annular هذا الشكل هذا رقم واحد هذا الannular ممكن يكون tubular يعني على شكل tube ممكن يكون ulcer على شكل ulcer بس هالألسر تكون malignant ممكن يكون cauliflower يعني يشبه القرنابيطة يعني fed polyp أو fed warum هجي طالع من الظومن فهذا macroscopically بالعين ممكن cancer of the colon أشوفه على أي واحد من هاي الأشكال microscopically يعني إذا أخذ الهيستو باثولوجي وأشوفه أغلبهم يعني 95% من عادة يعني almost كلها خنقول هي adenocarcinoma يعني هي of the glandular lesion adeno يعني إلها علاقة بالglans يعني mucosecrating glands ما للكلون carcinoma يعني cancer of epithelial origin أكو أنواع ثانية ممكن يعني يفد malignant lesion بالكلون ومن أفحصة ما يكون adeno carcinoma ممكن يكون carcinoid tumor اللي إذن حشيناها أكثر من مرة حشيناها بالاستمك قلنا تطير حشيناها بالsmall intestine ممكن تكون leomyosarcoma يعني جاية من smooth muscle ممكن تكون lymphoma جاية من lympho tissue ممكن يكون undifferentiated يعني أفحصا ما يشبه أي شيء هي عبارة عن anaplastic cells عبارة عن cells ما متخصصة بس أكثر شيء هو adeno carcinoma هاي الأشكال الماكروسكوبك حشيناها هذا يسمون adenoma to carcinoma sequence يعني هسا هذا أول وحدة على اليسار هذا normal colon normal colon ممكن تصير بميوتاشن مثلا هذا APC ما للفاب أو MSH والMLH مالات الhereditary non-polyposes colorectal cancer أو ممكن other ميوتاشن تبدي تصير يصير hyperproliferation بالأبيثيليم يصير abnormal proliferation هاي السلز اللي abnormally proliferating حد مادام هي صار عددها شبير وده تتكاثر يعني حتى تبدي تصير عدها بعض mutations إلا أنا تصير مثلا mutation بالP53 اللي هو العلاقة بالrepair وبالأيبوبتوس أو الكيراس أو أي يعني يصير accumulation of mutations زي هاي فكرة الكنسر يعني هاي متقروها بالPathology يعني تصير فد mutation وحدة بخلية هاي الخلية تقوم وال proliferate abnormally يعني السلز اللي طالع من هاي الخلية كل وحدة تصير بها فد أشكال وأنواع معينة من المutations الحاد ما توصل لفد mutation تقوم هاي المجموعة الخلايا تصير cancerous لأنه يعني بعد خرجها عن السيطاء هاي فكرة الكنسر الحاد ما تصير أدينوما اللي هي اللي هاي استبعدها benign lesion إذا بقت further accumulation of genetic abnormalities صارت carcinoma و this is يعني biostudies it is a proven إنه هو صحيح الكارسينوما دائما أصلها أدينوما لأنه مثلا شافوا إنه الpatient اللي عنده أدينوما أو الprevalence خلنقول يعني بكل 100 شخص نفس العدد من الناس اللي صير بيهم أدينوما حيصير بيهم كارسينوما بعدين بس أكو فرق بالعمر أكو فرق بالmedian age اللي أشخص البايشنت اللي عنده أدينوما أجي أفحصه وراء كم سنة ألقاه عنده كارسينوما فthis is a proven إنه هذا السيكون صحيح accumulation of genetic abnormalities حيصوي لي أدينوما بعدين further mutations رحيصوي لي كارسينوما السيبريد مات الشون ينتشر الكولونيك كانسر مثل أي كانسر of the GIT ممكن directly ممكن by the lymphatics ممكن by the blood وبالنسبة للGIT دائما عندنا الشهلة المميزة اللي هو البريتونيو ceiling عن طريق البريتونيو ممكن يكون يعني إذا directly ممكن longitudinal يعني على طول الانتستن ممكن transverse يعني أخذ مثل circle داير ما داير اللوم من الانتستن ممكن radial يطلع لي برا من الانتستن يعني بالستركتور المحيطة يعني it may protrude into the lumen ويسد أو ممكن لي برا بحيث يعني it will involve the adjacent structures هاي بالنسبة للDirect الليمفاتيك سيبريد يعني هو اللمف ما للكلون الشون يمشي الكانسر سيلمشي وياه نفس الـ سيكونس الهيماتوجينس هو قلنا الكولون يعني ينطي للسوبرير والانفير الميزانتوريك الرجيس اللي هما حيروحون للبرتال فالبرايماري سايت أوف متاستيز مال الكولون هو الليفر المست كومن الساكد مست كومن ورا الليفر يوصل لللنج ممكن يصير سيبريد بس هو انكمن ويصر كليش ادبانس يعني مثلا يوصل للأوفريز يوصل للبراين يوصل للبون بس هو أكثر شي قلنا أكيد يعني يصير شد مال السيل من السيروز اللي هي ان كونتاكت وذي باريتونيوم فمن يصير من يصير للباريتونيوم يعني هذا يعتبر يعني عدنا أكثر من كلاسيفكيشن للستيجين للمال الكولوراكتال كانسر عدنا التين ام كلاسيفكيشن اللي هو هذا ستاندر يعني بكل التيومر نشوفه وعدنا أيضا الدوكس ستيجين فالكولوراكتال كانسر هذا خاص بالكولون والركتم الدوكس ستيجين وعدنا تين ام يعني حالة حالة أنيتومر بالنسبة للتين ام الوان هو يعني هو يبدأ من الميوكوزة التي واصل للسبو ميوكوزة التي واصل ورا السسبو ميوكوزة اللي هي المسكولر لير التي ثري واصل للسيروزة بس معابرها واصل لها بس معابرها التي فور عبر السيروزة يعني صاير ب direct involvement of the surrounding structures الان إذا زيرو يعني ما اكو إذا واحد يعني نوز واحدة أو اثنين أو ثلاثة وذا انتو فهي فوق الاربعة والأم تعرفوا يأما اكو يأما ما كله يأما مزيرو يأما اكثر رح نركز على blood treatment يعني نحن كالعادة رح نحشي عن T يعني هو physically the tumor عبر هذا أكثر شي رح يأثر لي على management الدوكس staging اللي هو هذا يعني نستخدم بال colon أو بال rectum A invasion of but not breaching the muscularis appropriate muscularis اللي المسكولر يعني واصل لها بس معابرها يعني هذا الدوكس A يعادل لنا تقريبا T2 يعني هو واصل للمسكولر بس ما عبرها ال B عبر المسكولر بس ما عندي lymph node involvement يعني هذا ال B كأنما هو T3 و N0 C إذا عندي lymph node involvement وال D هو يعني classification بالأصل ما شاء B D بس هس يحطوا يقولون انه اللي عنده distant metastasis فهو Dux D فهاي يعني عدنا two types of classification حنشوف بالtreatment أكثر شي يعني حنمشي على T وال N clinical features شون يجي البشينت اللي عنده colorectal cancer شون العراض اللي تكون عنده أكيد العلاقة بالsight of the tumor عز إحنا عندنا colon هو في structure يعتبر كبير كأنما وأكو بالleft side وأكو بالright side فهوين ما موجود الtyomor هالشي رح يأثر لي على clinical presentation موت شون حي يجي more commonly ال colorectal cancer يكون بالleft side يعني descending والsigmoint أكثر شي زائد الrectum سح نشوف هذا شوفوا يعني 38% من عد بالrectum تصير 21% بالsigmoint colon يعني ذني واحد هفة 60% من الكيسات والdescending والstoplonic فذني هي المور common يعني أبت 70% بين 60% وال70% كلها صار بالجه اليسر والباقي بالجه اليمني فال presentation رح يختلف إذا كان باليسر اللي هو المور common رح يجي change in the bowel habits يعني مثلا اللوم المزدود رح يجي يصير عنده constipation أو يجوز يصير عنده diarrhea أو يصير عنده في مثلا bleeding أو discharge من الرectum بس هو أكثر شي يصير change in bowel habits أكثر شي يكون constipation أو bleeding إذا كان on the right side هذا يكون قريب على يعني يكون مو البليدين اللي حيسوي ما رح يلاحق إنه يطلع freshly يعني rectum وستيجمويد قريبين كلش على الانس بحيث البليدين يعني إذا طلع دم إذا صار عدنا دم رح يطلع freshly بينما بالجه اليمني بعد بعيد رح يمر ب processing هوا الحد ما يوصل للانس فالبليدين اللي بي رح يكون occult bleeding ما رح أشوف دم بعيني إجوز أشوف ملينة يعني أشوف أسوط صاير أو أنا دا أسوي screening أو دا أسوي general stool exam for another cause وألقى إنه عند red blood cells بال 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 stool ماتة أو يجي size and symptoms of anemia لأنه هذا يفقد الفترة طويلة هو دا يفقد RBCs بالسطول بدون ما يشوف ها ويحس عليها فرح يجي يكون patient anemic لذلك لاحظوا left side اللي هو fortunately more common symptoms ما لت أوضح يتشخص أسرع مما بال right side ممكن مرات يكون هذا كل presentation مو acute يعني في symptom يشكي من عند هالمريض ممكن يجي acute presentation أو على شكل emergency يجي يصار عند مثلا massive lower GI bleeding يعني داينزف من الركض وما دا يوقف massive bleeding ممكن يجي intestinal obstruction أو ممكن صار perforation بالwall of the colon فذني emergency presentations هم ممكن اتصار أو يعني ممكن إذا كل ادفانست ويعني فد مرة ما حست هاي يجي بالfeature ذو metastatic disease اللي هو وين قلنا بالليفر اكثر شي يصير بالليفر رح يسوي لجوندس اكثر شي واضح يبين ممكن يصير باللنغ بحيث يجي على شكل كاف فهذه يعني هم occasionally ممكن اتصير بس اكثر شي يعني هو رح يلحق يسوي symptoms قبل ها هذا distribution مالت قلنا اكثر شي بالركض وبال معناها عندي بالleft side اكثر من شون اشخاصة يعني هسا هذا كل presentation مو definitive diagnosis fecal occult blood is used as a screening tool يعني هو مو definitive بس يستخدموا screening يعني اكدوا لأصلا عندها screening program يعني periodically ياخذون fecal specimen ياخذون specimen من الاسطول ما للناس اللي عمرهم فوق الستين وفوق السبعين ويفحصوها اذا لقوا بيها occult rbc يعني بيها red blood cells بس هو الpatient ما يشك رح يساول further evaluation جزو رح يساول colonoscopy او CT scan حتى يشوفون اخاف عند colorectal cancer انا شخصيا يعني اعرف كيس بالضبط هيش الشخصات يعني relative of mine هيش بس periodic test شان ودي يساولون بال occult بال sorry مالتها لقوا occult rbc وسو further investigation وطلعت ها يعني colorectal cancer but in a very early stage fortunately وتعالجت لانه هيش نلقى في كلش من وقت عن طريق هاي screening tools اكو دول screening tool مالتها هي sigmoidoscopy اللي هو اندوسكوب بس قصير 60 سنتيمتر بس يشوف لنا rectum والsigmoid colon لانه هما ذول المست common involved site فاكو دول تعتمد على السجموidoscopy كس screening اكو دول تعتمد على fecal occult blood كس screening واي واحد من عندهم يطلع positive عود يساولون further investigations اللي هي colonoscopy الother lab test يعني patient اللي عنده colorectal carcinoma اذا سوي له biochemical investigation شنو رح ألقى iron deficiency anemia لانه دائما دينزف اذا كان بالright side هو دينزف occult اذا كان بالleft side ممكن يعني دي صار عنده fresh bleeding فهو ديفقد RPC فيصير عند iron deficiency anemia particularly right sided لانه الright side رح يضال فترة اطول بدون ما يحس فرح تبين عليه الانemia increase the erythrocyde sedimentation rate الESR ما لا يكون عالي بس هذا اكيد non specific بس هو هم يصير وعدنا carcinoyembryonic antigen أو CEA هذا tumor marker ما لل colon يعني يستخدم بالfollow up أيضا شافوه مرتفع بالpatients اللي يعيدهم colorectal cancer CEA carcinoyembryonic antigen هذا tumor marker ما لل colorectal cancer هاي بالنسبة lab tests بالنسبة لل imaging شنو اقدر اسوي عندي barium animal ممكن اسويها رح يطلع لنا constant معناها انو حتى لو قاعدة رح يكون بنفس المكان وشكل ما متغير irregular شكل ما منتظم filling defect او يسمو apple core sign اللي هو هذا هاي barium animal يعني هذا proximal هذا distal او ممكن يكون بالعكس يعني صورة مواضحة هذا filling defect يعني هو مفروض كله يكون هي شي فال lumen القطر ما التواحد بس هنا عندي تضيق بالlumen فشوفوه يشبه ال apple core يعني التفاحة ورمة اكل التفاحة المعظوظة مننا ومننا يكون هي شكل فهذا شكل colorectal cancer وهذا سلايد apple core sign اللي هي colorectal cancer اذا اسوي abdominal ultrasound ممكن اشوف الماس بعيني اذا كانت يعني كبيرة بالقدر الكافي او ممكن الگ الميتستيس يعني احنا ال liver اذا كان involved حيبين بالultrasound او اذا داخل البلبس يعني surrounding structures لل colon زائد ممكن اشوف الماس نفسها بس وم كلش sensitive ultrasound intrarrectal ultrasound اللي هو مثل الاندوسكوبي طوب داخل الرectum وياخذ ultrasound image هاي يعني تقنية حديثة شوف لنا يعني تشوف اشقد ما اخذه من اللومن ما للكولان واذا طالع برا اللومن او لا CT scan is the standard tool to stage colorectal cancer يعني انا موش يعني جزاني مشخص قبله متأكد شافة بال colonoscopy أو whatever diagnostic tool استخدمت قبلها يعني هو gold standard للتشخيص الcolonoscopy لكن CT scan اهميتها وين انه انا من اقرر او قبل ما اقرر اسوي عملية او لا لازم اسوي CT scan حتى اشوف برا الcolon يعني انا الcolonoscopy اشوف اشوف داخل الcolon الtyomor وين وش كبرا وش بس ما اعرف شكو برا الcolon حتى اشوف برا الcolon لازم اسوي CT scan اشوف اشجاد من ال surrounding structures involved واشوف اللينفنوز اللي involved فهذا الstaging الty والن والم ايضا يعني ال distant metastasis هم حيبين بالCT scan فالproper staging الty and m staging يصير عن طريق عن طريق CT scan هو ال staging يقرر لنا المانجمة مالتنا ايش راح تكون هل هو operable او inoperable chest x-ray حتى اشوف اذا اكو pulmonary metastasis هم ممكن اسوي هاي قلنا عليها ال apple core sign وهذا CT scan هذا right side هذا c-chum هذا الكلون العادي وهذا c-chum هذا tumor يعني صور CT scan نوعا ما صعبة يعني ممكن لشي لحظون بيها بالامتحانات بس هاي البرغام اني ممكن مهم ممكن تجيكم ك endoscopy عندي two types of endoscopies اقدر اسويها للكولون عندي sigmoidoscopy وعندي colonoscopy sigmoidoscopy هو من اسمه endoscopy into the sigmoid sigmoid هو يعني جزء اللي وراء الرectum يجي دعني يعني طاب من الانس يجين الرectum وراءها يجين sigmoidos sigmoid colon فالsigmoidoscopy هو flexible endoscopy ممكن لش طويل 60 cm الpatient ممكن يعني حياخذ انما قبلها بس sedation مضروري فهو يعني it is easier it is more comfortable for the patient it is more safe من الكولونسcopy بس شنو يعني الرؤية ماتة محدودة يعني اقصى شي اوصل هو splenic of luxury يعني هشوف بس rectum والsigmoid وال descending colon اللي هم صحيح المست common site of cancer بس يعني ممكن اكو cancer بمكان ابعد من السigmoid واني ما راح اشوف ه فالsigmoid هو screening اوفد earlier investigation من الكولونسcopy لانه هو اسهل بس النتيجة مالتا يعني تكون اضعف لانه حاشوف منطقة اقل من الكولون الكولونسcopy هذا يشوف يشوف لي الكولون كل من الرectum لل سيكم بس هو شنو يحتاج mechanical bowel preparation يعني لازم ياخذ laxative ويتفرغ الكولون ماتة من الفيسيز ولازم ياخذ sedation فلذلك مو كل الpatients are fit enough انه يسوون colonoscopy لانه هم رح يحتاج laxative ممكن يسوي لفد electrolyte abnormality او ممكن هو ما يتحمل laxative effect زائدا رح يحتاج sedation يعني اذا هو عند اكثر من polyب واحدة من عدهم صغيرة cancer فأني من اطب الكولون حشوف كل polyps اللي هي بعدها benign وحشوف اللي صار cancer واذا عند اكثر من مكان صار بيهن cancer هم حشوف هن واللي هم يعني up to three or five percent من الpatients عندهم اكثر من cancer بال colon full mechanical bowel preparation is necessary as well as intravenous sedation هاي الميتيشن مالت انه من كل الpatients اللي هم there is a small risk of perforation يعني ممكن واحد من كل الف colonoscopy ممكن واحد من عدهم يصر perforation of the bowel وممكن الاندوسكوبست ما يوصل للسيكم اللي هو يعني بداية الكولن كلش بالاخير حتى لو experience يكون يعني ممكن صعب عليه انه يوصل للسيكم they need disadvantages مات otherwise هو الgoldest standard it is the investigation of choice هذا normal colonoscopy تشوف يعني الباول prepared ما بيها feces يعني ما اخذ laxative هذا ومفرغ الباول مات ثني صور مختلفة للي tumours colorectal cancer يعني تقوم هذا tumour هذا هذا شوية يمكن بي bleeding اصلا هذا شوية ساد اللومن هذا ساد اللومن هذا فذني يعني اشياء مختلفة او صور مختلفة للcancer ممكن شون يبين بالcolonoscope الhistopathology يعني ما اكو احد يعني هي هاي الجملة خلوها ببالكم يعني you cannot diagnose a patient with cancer who has not had يعني histopathology done لازم اني من طاب الcolonoscope وهذا الgold standard diagnostic workup colonoscopy اشوف بعيني واثناء الcolonoscopy اخذ من عند biopsy واشوف بالhistopathology الحد ما اسوي اذن ما اقول على patient عند cancer هسه حجينا حجينا كل شي خاص الcancer حجينا الطريقة ال spread شون يجي ال patient شون اشخص تأكد انه عند colorectal cancer هسه نشوف التreatment شون حنالج وشنو ال prognosis مالدهم Surgery is the main treatment of a primary non-metastatic colon cancer primary يعني هو body من ال colon مو عند cancer بغير مكان وواصل للكolon هذا معنوها stage 4 هذا ما تأوي العملية اريد احشي على primary اللي body بال colon وما صاير بي metastasis الغير مكان هذا surgery is the main main strain of treatment and the likelihood of cure is greater when the disease is diagnosed at early stage هذا اكيد surgery aims at انا اشارب من ازوي العملية primary lesion اشيلة واريد اشيل lymph nodes اللي هي involved او حتى لو ما كان involved يعني ممكن ااخذها حتى افحصها اسوي surgical staging يعني ااخذ lymph nodes واشوف ها حتى لو انا اعرف انه هي not involved يعني ااخذ biopsies من lymph nodes اسوي surgical staging اتأكد انه ما بيها زائدا انا اكون شيلة primary tumor زائدا انه احاول اشغل ما يعني ما اعرض الاستوم وبعدين يطلع تشيس لي برا وهي الازعاج يعني احاول هي مو دائما achievable بس نحاول انه achieve bowel continuity يعني الريديو اذا الاستخدام بالcolorectal cancer فهو ورا السيرجري هو adjuvant مو اسوي بوحدة بينما الكيمو ممكن يكون adjuvant ورا العملية مثل الريديو او ممكن يكون هو treatment of choice واحدة استخدم بس كيمو وذول منه دول الstage 4 اللي هما metastatic disease advanced case non operable يعني ما رح يستفادي اذا اصوي العملية فانطي palliative chemotherapy يعني بس اخفف disease burden by chemotherapy وهذا principle وانتو اكيد مار عليكم بال cancer انه الstage 0 هاي يعني فالشي ما حشينا بس هو يسموها carcinoma inside 2 يعني انا عندي cancer بس الcancer حتى معابر basement membrane يعني هذا بعد اقل من stage 1 حتى مو بالميوكوزة معابر basement membrane هذا يسمو carcinoma inside 2 او polyp انا شفتها فحصت من عدها وليقيتها هي يعني بيها cancerous lesion polypectomy حتى مو احتاج يعني surgery واقص جزء من الباول بس polypectomy بالاندوسكوب اشي للpolip وحدها stage 1 اللي هو قلنا T1 يعني يكون بالميوكوزة وسبميوكوزة او stage 2 اللي ممكن واصل المسكولر دولة اسوي لسرجical resection يعني اقص المكان اللي بيه لسيومر واحاول ريستور الcontinuity يعني الproximal والdistal parts ارجع اربطهم lymph nodes اذا involved اشيلها او يعني بس علق الاخذ biopsy من عدها حتى اتأكد انه هي not involved وذول ما يحتاجون يعني adjuvant chemo or radiotherapy عادة وذول survival هم زينة يعني up to 90% خاصة بالstage 1 هم they will survive 5 years فهذا prognosis زين لانه this is an early stage stage 3 قلنا اللي هو عبر المسكولر layer واصل للسيروزة هذا شوية advanced اكثر ممكن يكون يعني ممكن يكون اكو involvement of adjacent structures وعدهم involvement of the lymph nodes هم ذول هم لازم اسوي wide local excision اشيل يعني اخذ adequate margin يعني اخذ الاقصة لتيومر واقصة يعني مننا ومننا margin of safety اذا عندي surrounding structure مثلا peritoneum ذني اشيلها واشيل lymph nodes اللي involved فهاية يعني العملية تكون شوية radical اكثر ده اشيل استركتورات اكثر وهذا طبعا رح يحتاج adjuvant chemotherapy وراها ورا العملية رح يحتاج follow up with chemotherapy ذول survival ما لاته مش وي اقل لانه disease is more advanced بس يعني اسوأ شي عندي هو stage 4 اللي هو صغير عند metastasis هذا inoperable هذا ياخذ بس palliative chemotherapy unless يجي بemergency مثلا يجي عند massive lower GI bleeding او يجي صار عند intestinal obstruction acute هذا يعني هو ما عنف اقول والله هو stage 4 ما اصوي العملية هذا يجي بemergency اصوي الemergency surgery الstage 4 اللي عند metastasis otherwise بس بس palliative chemotherapy فهي بالنسبة للtreatment اللي اريد اصوي لهم عملية اللي هما الstage و الstage 2 الstage 3 ذول كلهم operable شنو اسوي لهم رح يحتاجون اول شي mechanical bowel preparation يعني انطيهم laxative واتخلص من كل الفيسي اللي موجودة داخل البول ياخذون prophylactic antibiotic لانه انا اشتغل بfeel يعني heavily contaminated with bacteria فيحتاجون intravenous antibiotics زائدا انه يعني هما هما يكونون عادة elderly واصلا الناس اللي عيدهم malignancy هما at high risk of deep venous thrombosis فرح احتاج prophylaxis against thrombo embolism اللي هما يعني حضل هاي compressive stocking حتى تسوي pumping of the venous return ويحتاجون prophylactic hyperin therapy يعني الاكستاند او انواع الoperation اللي اسويها كي تعتمد على المكان ما للتشومر عندي right hemicolectomy يعني هسه هسه هذا للتشومر مثلا هذا التشومر هنا او كان هنا بالسيكم او بالascending colon اسوي right hemicolectomy هذا الحدود ماتة يعني اشيه للسيكم والascending واشيه للهيباتيك فلكش اكو ما يسمى بالextended right hemicolectomy اخذ التransverse colon هموية اذا كان التشومر عالي مكانه اكثر فاني خوما بس هاي تحي هنا على الحاف واغص لازم اخذ ممكن اسوي transverse collectomy يعني هسا هو صاير اهنان بالنص فاني اخو ما اشيل هذا الكلوم كله اقص من الفلكشر للفلكشر اشيل بس للتransverse عندي هنا left hemicolectomy نفس المبدأ ما للright اذا كان شوية لجو اقص الحد الفلكشر اذا كان مكان عالي فلازم اخذ safe margin فاشيل الجهة اليسر اشيل للتransverse همو اياه وعندي السيجمويد collectomy ايضا ممكن اشيل بس السيجمويد هسا نكون نكملنا الكولون من ناحية التيومير البليبوسيس حتين البيناين تيومير او احنا البيناين تيومير صراحة مركزنا عليها يعني حتين بس على اللي بيها risk of malignancy الان هو هذا الكور ما للموضوع مالاتنا اللي هو colorectal cancer هسا عدنا موضوعين بس صغار بقت من الكولون ونكون ختمنا ولو يعني صارت محاضرة ثقيلة بس يعني الموضوعين اللي بقت كل شي صغير ما يحتاج انه تنفصل اول شي هو diverticular disease رح نحكي مجموعة تعاريف حتى يعني تكون oriented ال diverticular معتقد هذا يعني مصطلح ما عليكم اللي هو protrusion ما للميوكوزا ما لفد لومن برا الوض اللي هو هذا هاي يعني هسا هاي الميوكوزا طالعة اللي برا هاي diverticular يسموها diverticular هو وجود مجموعة من diverticular يعني جمع diverticular diverticular بالcolumn هذا diverticular يعني واحد عنده diverticular سواء كان السمتماتي او لا diverticular disease هو سمتماتي diverticulosis يعني يعني واحد اذا اني بالصدفة اكتشفت انه ما عنده diverticular هذا عنده diverticulosis وليس diverticular disease diverticular disease هو اللي يجي يشكي من اعراض ومن افحصة يكون سبب الاعراض مالته هو diverticulosis هذا صار اسمه diverticular disease diverticulitis من اسمه itis يعني inflammation it is inflammation of the diverticular يعني هاي diverticular اللي هي هذي باعوها هاي اللي شكلها ملون وبيها بس وهي هاي inflamed فهاي diverticulitis هاي بس diverticular هاي diverticulitis هاي شكلها بالcolonoscope شوفوا يعني هي فراغ بالول وطالع اللي بره هاي شكله هذا diverticulitis ممكن يكون uncomplicated او ممكن يصر complicated ممكن تتكون abscess بالمكان من هذا inflammation ممكن يصير perforation ممكن يصير عندنا fistula ممكن يصير يعني obstruction hemorrhage فهاي complications من يسمون complicated diverticulitis اذا بس inflamed يسمون بس diverticulitis فهاي مجموعة التعارف يعني هات تكون unoriented diverticula بشكل عام هي common بال elderly خاصة يعني شوفوا العدد المهور 75% من اللي عمرهم فوق 70 سنة عدهون diverticula اذا انا افوت بالcolonoscope على الcolon مالوتهم حقي بي diverticula بس مو كلهم symptomatic لذلك يعني diverticular disease ما اشوف بالكل بس diverticula بحد ذاته هي موجودة بهواية ناس بالكبار بس مو دائما تسوي symptoms شنو سببها هي weakness بالcolon والمال هذا المكان يعني هاي النقطة اللي هي عادة تكون نقطة الpenetration ما نفت the blood vessel into the wall اكو weakness بيها زائد انوية العمر تصير weakness بالcolon structure مالتهم فيصير عدهم common diverticula زائدا اكو فالشي associated ويها هو low fiber diet اللي ما اكو الْفايبر هو يعني الباول مو شن مالت تكون بطيئة يعني الفيسيز تبقى متجمعة داخل الكولون فترات اطول فهالشي هام شافوا انه يعني بدراسات شافوا انه ممكن يكون associated ويال تكون الْدائف اللي هو low fiber diet 10 30% of individuals with diverticulosis يعني اللي عدهم diverticula يعني 10 الى 30% من عندهم رح يصير عدهم symptoms هاي السمتم شن تكون flatulence heaviness in the lower abdomen ممكن يصير عدهم change بالbowel motion فهيا مشابهة للأعراض من irritable bowel syndrome فيعني it could be ignored as symptoms of IBS وممكن عادي يكمل حيات يعني رح يعامل ك IBS ويجوز بحياته ما حيعرف انه عند diverticula بينما diverticulitis اذا صار به inflammation فهاي لا هاي رح تسوي symptoms وحاي تسوي symptoms more severe يعني فرح يتشخص اللي هو شنو يجي عند lower abdominal pain يعني مو هاي heaviness أو discomfort ما لل IBS حيكون pain يعني هذا inflammation رح يصير عند حيصير عند fever حيصير عند malaise خاصة اذا كانت complicated by peritonitis by an abscess formation فهاي severe form of diverticulosis اللي هو اذا صار به inflammation صار diverticulitis هذا رح يكون symptomatic ويجي symptom serious يعني it may be complicated by abscess formation ممكن hemorrhage ممكن peritonitis يعني اذا صار perforation بالمكان ما لل inflammation فهذا البص رح يطلع لل peritonium لبر ويسوي peritonitis ممكن يصير intestinal obstruction or perforation of the wall they are considered to be the most common cause of lower gastro intestinal bleeding among the elderly population هاي يعني جملة انا شو بحثت عنها هو يقيت انه هي فعلا صحيحة diverticular disease يعتبر the most common cause of lower GI bleeding بال elderly يعني انا بتبعونس جيت متوقع ان هو colorectal cancer بس طلع diverticulosis هم هي جي common يعني اكثر من resource يعتبروه هو most common cause بال elderly lower GI bleeding تحديدا بال elderly هو diverticular disease Diagnosis Diagnosis ما لتا هو لclassical history من patient elderly and the change بال bowel motion and the bleeding and the pain will confirm by CT scan CT scan هم حي سوي لconfirmation of diverticulosis و هم it will exclude the carcinoma uncomplicated acute diverticulitis يعني صار عن the inflammation صار عن diverticulitis but uncomplicated يعني لا صار abscess لا صار fistula لا صار perforation لا ينزف هذا شا سوي لأ anti-entravenous antibiotics anti-analgesia لأنه عند pain وأسوي لل nail by mouth regimen يعني عدة أيام ياخذ intravenous أو parental nutrition ما ياخذ شي orally بعدين وراها ورا ما تتحسن ال condition مالت أسوي لأ follow up by colonoscopy حتى أتأكد إنه هاي ذا diverticular وهم حتى exclude malignancy لأنه شوف السمتم مشابهة الage group مشابهة فلازم exclude malignancy وأتأكد إنه هي diverticular complicated diverticular اللي هو be abscess be perforation be obstruction هذا أكو في classification اسم الhenchi classification قسم من complicated diverticular إلى four stages أو grades وكل واحدة من ذنين وtreetment مال هاي شكل اللي grade 1 وال grade 2 اللي هو pericolic abscess أو pelvic abscess يعني داير ما داير المكان مال diverticular صار الapscess هذا يحتاج percutaneous drainage مدام عندي تجمع مال بس لازم it must be drained وزائد intravenous antibiotics بينما الstage 3 والstage 4 اللي هو عدهم peritonitis صار inflammation of the surrounding peritonium وممكن أصلا صار perforation وهي هذا emergency surgery وهذول عدهم شوي high mortality لأنه peritonitis وحنا حاليا عن peritonitis وقال نوليش mortality rate مال تعالي فstage 1 و2 هو بس abscess فيحتاج antibiote كتر نج stage 3 و4 هذا peritonitis رح يحتاج surgery هذا كل شي خاص الdiverticular disease هس آخر منضوع آخر slide أو slide in slide واحد بس هي vascular malformations أو يسمونها الانجيو ديسبليجيا يعني dysplasia يعني abnormal form أو abnormal formation of blood vessels هي همة تصير بالألدر لي أكثر ف it's theorized to be a degenerative lesion of the colon يصير في abnormally increase the blood flow بهذا المكان ويصير relaxation of the smooth muscles فيصير عندنا هذا الشكل هاي هاي vascular malformations يعني abnormally dilated collection of blood vessels السmooth muscle مالتها abnormally relaxed والblood flow اللي دي يجيها هواية ودي يقولون إنه لها علاقة بالأيج يعني هي degenerative lesions فهم هي more common in the elderly الtypical presentation هو painless occult bleeding يعني حس diverticulosis يجي diverticular disease يجي bleeding pararectum ويجي عند pain هذول painless bleeding ويكون occult bleeding يعني ما يشوف بعين ما يشوف الدم بعين لو يصير الفيسيز أسود يعني يجي على شكل ملين لو أصلا يكتشف بالصدفة يعني يلقون RBC بال stool mountain some are discovered incidentally during colonoscopy يعني جزان دا سوي colonoscopy لأن يشاكب غير شيء أو هو أصلا عند غير disease وبالصدفة شفت fervascular malformation it is not a big deal rarely ممكن يكون acute bleeding pararectum يعني هو typically أما أسيمتماتك أما occult bleeding rarely ممكن يجي acute bleeding التreatment مالتها إذا هو يعني anemic أعالج الأنمية إذا إجي acute bleeding يعني أسوي البروتوكول من acute bleeding اللي هو resuscitation وإلى آخره followed by colonoscopy cauterization يعني كوي بين قوسين أتخلص منعدها و that's it إذا كلش severe bleeding و uncontrolled و heavy ممكن رح يحتاج open surgery to ligate the bleeder أو شوف and further management مالت يعني otherwise it is a simple condition إلا إذا إجاب acute presentation هذا الشكل حيشينا قلنا بالcolonoscopy أشو في جي شكل ها و thankfully كملنا I apologize أن المحاضرة صارت كلش طويلة بس ممواضع متراطة يعني مجانة رهم التجزيه فرح نشوف كم سؤال من اللي جاية عليهم هاي أسئلة يعني جاية فعنشوف كم مثال عليها ونكم كملنا Regarding carcinoma of the colon It is usually of the sequamous type It is more common on the left side of the colon Carcinoma of the left side typically presents with anemia Lymph node involvement does not affect the prognosis يهو من ذنيه والجواب الصحيح It is more common on the left side قلنا rectum or sigmoid هي of the adenocarcinoma واليس sequamous وال right side يجب anemia واليس left side وال left node involvement essential بال staging Hereditary non polyposis colorectal cancer a defect وانصير DNA repair mechanism APC gene P53 gene أو apoptosis related genes المutation اللي تسبب للhereditary non polyposis colorectal cancer وما ينصير صار بال DNA repair mechanism اللي هو قلنا عليهم MLH والMSH genes اللي هم علاقة بالrepair مع DNA L-APC هو مال hereditary non poly sorry مال الفاب الفamilial adenomatous polyposis regarding diverticular disease the false statement يهوم الذين الغلط it is linked to a low fiber diet the majority of cases involve the left side of the colon most cases will require surgery colo vesicle fistula is a non complication most cases will require surgery is a false statement يعني احنا قلنا بس complicated اللي صير عندهم pariton items دول يحتاجون surgery او اذا صار عندي فد acute emergency complication يعني otherwise قليل يحتاجون surgery وها يمكن ما كانت مذكورة بالشرح بس حالها حال colorectal cancer diverticular disease more common on the left side او احنا اصلا قلنا قلنا المost common site هو sigmoid colon والس sigmoid هو صير بال left side شكرا على participation والدكم واي شي كان مواضح واي سؤال احنا حاضرين كالعادة وكل التوفق لكم شباب شكرا